بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذه المحاضرة الجديدة في دراسات سودانية ولعلكم تكونوا مذكرين بأننا في المحاضرة الفاتد كنا بنتكلم عن القصرة الجمهورية اللي هو قلنا مقر الدولة ده المقر الرسمي للدولة حتى الآن وقلنا أول من بناه هم الأتراك الترق وكان اسمه سراي الحاكم العام وقلنا حتى كالمسراي دي نحن عندنا ما مستعملة لكنها جات من الترق وقلنا في العامية أنا سيقول له صرايا الآن عنده بيت سمح أو عنده قصر سمح يقول له دي صراية فلانة فلانة فكان صرايا تحاكم العام وقلنا تم اختيار هذا المكان وهذا المبنى متين لما نقلوا العاصمة من مدني إلى الخرطوم وبعدين نقلوها ليه؟ قلنا ده والله فيه جصة واضحة معروفة يعني الذي يرجع لتاريخ السودان بيلقى التفاصيل في كتاب بالنسبة لسم الخرطوم كتاب اسمه الخرطوم لو الناس رجعوا لكتاب الخرطوم بيلقوا مزيد من التفاصيل الكتاب بتاع الخرطوم ده مناسبة تأليف البروفيسور علينا رحمة الله محمد إبراهيم أبو سليم طيب الطرق أو الأتراك بنوا القصر ده بيشنو؟ بنوا من البداية بالطوب الأحمر طوب أحمر طوب أحمر شوف سنة كم جابوا من وين؟ جابوا من سوبة من سوبة سوبة دي مكان ده عاصمة في يوم الأيام وكانت لها مكانتها وكان فيها مباني زمن الترق مباني فاخرة جدا جدا من بقاياها جابوا الطوب الأحمر وبنوا هذا القصر سوبة طبعا زي ما انتم عارفين تقع جنوب الخرطوم جنوب الخرطوم طيب في الأول طبعا كان طابق واحد بعد كده عملوا من طابقين وتم وأضافوا له عملوا من طابقين وأضافوا له وإضافات جديدة وكلانه ثم بثين في سنة 1852 1852 وليست الترقانوا موجودين وبالمناسبة على السلم ده سلم هذا القصر ورصليت الحاكم العام تم اغتيال غردون باشا كان حاكم العام الآن لو الناس دخلوا شوفوا الصورة دي شوفوا الصورة دي للقصر فيه جناحين فيه جناح قايم من الرواطك كده في اليمين جاي وجناح تاني قايم من الشمال كده ويتلموا فوق دي الجناحين المدخل للقصر الجمهوري شايفينها في الصورة طيب في الجناح ده قتل غردون باشا برضو في غردون باشا دي ناخد انواك فا صغيرون كده من الذي قتل غردون باشا قتله الأنصار قولا واحدا ما في خلاف في ذلك ولكن من من الأنصار قتله ما في تحديد ولكن أغلب الروايات تقول أنه الأمير محمد وادنوباوي اللي موجودة الآن في حي في مدرمان اسمه وادنوباوي هذا الحي سمي على الأمير محمد وادنوباوي طيب هنا مرضو ناخد لنا واكفة الكلام دفتين حين حررت قوات المهدية الخرطوم حررته شوف حررته دي مهمة جدا حررته مهمة لأن الحقيقة للأسف الشديد في كتب التاريخ حتى كاتبينها سودانيين للأسف حتى كاتبينها سودانيين كاتبين يقولوا شنو بيقولوا سقوط الخرطوم لا الخرطوم ما سقطت الخرطوم ما سقطت بالعكس الخرطوم صعدت ما سقطت تحرير الخرطوم أو انتصار الخرطوم أنا أفضل انتصار انتصار الخرطوم الخرطوم انتصرت. ودي برضو لو الناس رجوعنا للشاعر بيجدوا شاعر سيلحمة حردلو. شاعر الدبلوماسي حردلو. عنده قصية بيغنيها العطبراوي. بيقول فاشنو. يقول وكان غردون وكان خرطوم. خلاص. دلوقتي بقى. يا الخرطوم يا غردون واحد في الاتنين. الاتنين ما بيتلموا. أصلوا. بس يا الخرطوم دي تروح ويكون الحاكم غردون. ويا غردون دي تروح وتبقى البرد حقا الناس. يا غردون ويا خرطوم. وكان خرطوم. شوفوا الحردلو خطاكين. كان خرطوم وكان غردون. ويا خرطوم ويا غردون. وكان خرطوم. بيغنيها العطبراوي. ربنا يا حاومة الاتنين. طيب. برضو في نقطة هنا نجيب فيها. الأنصار. لما زحفوا على القصر. الإمام المهد عليه السلام قال لهم كلام. وصاهم وصية. قال لهم. الغردون. بيتنين. المعرفة يعني. الغردون يا إخواننا لا تكتلوه. الغردون يا إخوان لا تكتلوه. بالتعبير الحديث. جيبوا حي. جيبوا حي. هذه طبعا نسل الأقام مستخدم. جيبوا حي. ليه. ما يخلوهمهم يكتلوه أخي. ما يكتلوه. وقديوا إلى نحن. لا. الإمام المهدي كان نظرة بعيدة. نظرة بعيدة جدا جدا. كان داير يعمل تفاوض مع الإنجليز. الإنجليز كانوا في مصر معتقلين أحمد عرابي. ساير مصري ضد الإنجليز. فالإنجليز احتقلوه. فالإمام المهدي كان عايز كان عايز يساومون. يقولون فكوا أحمد عرابي أفك ليكم غردون. كان ساعتقلوه هو. فكوا أحمد عرابي أفك ليكم غردون. لكن الأنصار معينه وصاهم. الغردون يا أخوانا لا تكتلوه. لكن طبعا يا جماعة الأنصار جاءين زعلانين وعندهم غبينا. غبينا. النصراني الكافر دا نحن نخليه وهجموا طوائد على القصر وقتلوه. هذا هو الذي حدث. فغردون في هذا القصر أو في هذه السرايا أو في هذا السراي تم اغتياله. الكلام دا كان قلنا يتبنى من طابقين بإضافات سنة 1852. وفي سنة 1899 وكلام دا قلناه قبل كده. 1899 دا كان بداية العهد السنائي. يعني الحكم السنائي بين مصر وإنجلترا. أو بريطانيا نقول بريطانيا أو مصر. طيب في سنة 1899 عادوا البناء لهذا القصر. عادوا البناء وبنوه بالحجر. وتم اكتماله في سنة 1900. عاقل كده. 1900. هذا هو القصر. هذا هو القصر. رمز الدولة. مقر الدولة. أي دولة في العالم عندها رموز تحافظ عليها ترمز إليها وتشير إليها. من ضمنها العملة. من ضمنها العلم. من ضمنها النشيد. من ضمنها شعار يمثل الدولة. الحقيقة في بداية الاستقلال تم اختيار وحيد القرن رمزا وشعارا للسودان. والحقيقة وحيد القرن ده من الحيوانات القوية جدا. وعنده قرين واحد بفوق. وبيسموه بردان الكركدان وبيسموه أيضا الخزتيد. هذا الشعار القوي يرمز للقوة. سموه شعار السودان. قلنا أي دولة عندها أشياء ترمز لها. العلم بيرمز. النشيد بيرمز. المقر بيرمز. وكذلك الشعار. أي دولة لازم يكون عندها شعار. والحقيقة الدولة السودانية في بداية الاستقلال اختاروا رمز. هذا الرمز هو وحيد القرن. وحيد القرن ده حقيقة حيوان قوي وضخم جدا. وحيد القرن ده حقيقة يسموه الناس الكركدان ويسموه الخيرتيت. لكن على كل حال كان شعار لجمهورية السودان في بداية الحركة الوطنية. في بداية الاستقلال يعني. لكن في مايو في مايو الف تسعمائة وسبعين تم تغيير شعار جمهورية السودان. من الخيرتيت إلى صقر الجديان. والحقيقة يعني صقر الجديان أهدعين له. أول حاجة هذا الصقر صقر الجديان يعني يعني واقف في حالة سكون. في حالة سكون. وينظر إلى اليمين. إلى يمينه هو. لو عينت ليه تلقاه. ينظر إلى اليمين. وعينه شوفوه عينه. عينه ظاهرة جدا جدا. دي حاجة مهمة. كون ينظر إلى اليمين دي ذاته حاجة مهمة. ربنا جعلنا من أصحاب اليمين. بعدين. الجنحين بتاعاته قويات في ارتفاع إلى أعلى. برضو يتسرمون ذا القوة. يعني جناحين ووقفات أهو عين لهم. عينه شوفتوا الجناحين شوفهم ووقفات إلى أعلى. جميل جدا. في قوس. أعلى. في قوس. إطار. الحقيقة. هده شايفين. الإطار هده. هده عين اليهو. يعني شوفوا. من أدنى إلى أعلى. مائل كده. ومكتوف في النص. النصر لنا. واضحة جدا. النصر لنا. جميل. وطبعا ذات هذه عبارة جميلة. رمز جميل. شعار جميل. النصر لنا. جميل. بنفس الوقفة. بتاعت الصقر الجديان. إذا فوق قلنا. هذا الإطار. الفيهو. النصر لنا. تحت فيه إطار كمان. معكوس. يعني ذا كان من أدنى إلى أعلى. دا من أدنى إلى أعلى. قوس معكوس على ذاك. هذا مكتوف في وسنه. جمهورية السودان. طبعا الذي صمم هذا الشعار. رجل فنان. وهو ما الذي اختار الصقر. وإنما هو الذي صمم. لما اختاروا هذا الشعار. صمموا. وعمل الإطارين ذي المكملين لبعض. يعني إطار فوق وإطار تحت. قصار وطوالي. إطار فوق. النصر لنا. إطار تحت. جمهورية السودان. طيب. الحقيقة. لماذا صقر الجديان؟ لماذا صقر الجديان؟ صقر الجديان أولا يوجد في كوردوفان وفي دارفور وفي الجنوب الشرقي. في النيل الأزرق. جميل جدا جدا. طيب. الحقيقة. يعني الصقر الجديان دا. يتميز بأشياء عجيبة جدا. أول حاجة. يتميز بالطيران إلى أعلى 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 أعلى. ودي حاجة كويسة. يتميز عن الطيور. كون يرتفع إلى العالي. ودي معناتها شنو؟ للعلا للعلا. للعلا للعلا. دائما. حاجة ثانية. عندما قلت لكم على أبتال معدي. من أهلا يستطيع أن ينظر للبعد تحت. دي بردها ميزة. تاني عنده ميزة. الطير. الطير العالي إذا بيطير زيه. لكن بيجري جريتيك كده نقذتين ويطير. لكن صقر الجديان يستطيع أن يجري مسافة طويلة جدا جدا بالأرض. ويطير. طيب. الحقيقة. يعني. يعني في حاجة مهمة جدا أريد أن أقوله هنا. الحقيقة هذا الكلام الدار أقوله. أنا قريته في حوار. العمل مع البروفيسور محمد عبدالله الريح. طبعا. ودي الريح ده. عالم. شوف مش عالم. بس عالم وفنان. وزواقة. حساس محمد حساس. حساس محمد حساس. يعني. هذا الرجل. الكلام اللي بيقوله. ما بيقع وقتها. علم. ما في أي كلام في ذلك. يمكن الفرق بينه بالآخرين أنه هو بيقوله. بيقوله. معه حب السكر كده. يعني يوصل للناس بصورة جميلة. قال إنه سكر ده بتميز بحاجة عريبة جدا جدا. قال مركب من حاجتين. مركب من جزئين. الجزء الفوق. سقر. وكالعين التحت. قال كالعين سمبرية. ودي حاجة عجيبة جدا. السمبرية طويلة. قويلة. وبرضو معناتها ديش. العلو والاختفاع. طيب. الحقيقة. الناس ما يقوله. سقر. الجديان. يخطر على بالن. يخطر على بالن. إنه بيأكل الجديان. والجديان بفرادة جدي. هاللي وجهنا الصينة. سبحان الله. قاله. السيد محمد عبدالله ريح. بروفيسر. قال الغريبة إنه سقر الجديان. ما بيأكل الجديان. بيأكل الحياة. الحياة. أول حاجة لأنه. ما عنده مخالب. يعني تحت. ما عنده مخالب. يقبض بها الجدي. فبيأكل السعابين. وذاتها ريالة منه. كونه يأكل السعابين. دي ما ريالة منه ذات. ودي برضها دنيه مميزة. إنه يأكل الدبايب. كده جوة عينزة كده. يأكلها. ولذلك. حين تم هذا الاختيار. بهذه المميزات. وهذه الخصائص في صغير الجديان. التي تدل على قيم الشعب السوداني. واستمات الشعب السوداني. الرجالة. والقوة. الرجالة. والقوة. والشمم. والإباء. والعزة. ودي. يعني يمكن. الشاعر. محمد رسعان عبد الرحيم. وهي دي صورته. وهو ده محمد رسعان عبد الرحيم. ده محمد رسعان عبد الرحيم. اللي عمل قصيرة شنو. قصيرة أنا سوداني. اللي بغنيها منه. حسن خليفة العطبراوي. حسن خليفة العطبراوي. وهي دي القصيرة طويلة جدا الحقيقة. طويلة جدا جدا. نحنا بناخد منها حتة صغيرة. اللي هي شنو. أيها الناس. أيها الناس. نحن من نفر عمروا الأرض حيث ناقتن. نحن والله نمش بها إحدى نصليح. ودي حقيقة هزة. حتى أبناء السودان اللي بيقتربوا. اللي بيقتربوا. والله ما كرتهم عالي جدا جدا. رافعين رأسنا. برا. يعني دايما بيميزوهم. ودايما يقدموهم. حقيقة. ودي حقيقة. والسودان اللي لو مستقوا شغل. ما بقصر فيه. أصلا ما بقصر فيه. بيضرقوا به المثل. بالأمانة. وبالثقة. وبالرجالة كمان. بالرجالة كمان. الحماغة دي. عنده الحماغة. الحماغة دي. بقدر سيدة. يعني لو واحد مغترب. وسيدة العمل. قال لأي كلمة محرية. أحكي لكم نقطة. أختم بها كلام دي لأنه القصير للسياية. فقالوا فيه واحد من الشيوخ يعني. برا. بوسط في ولد. وقال له. شوف. أوعك. تحريك سوداني. السوداني دي. ما بيرضوا الحجارة. أوعك. وقال له. أوريك. وقاعدين معه جماعة. قال له. أوريك. ناد له. واحد. مغترب. ما سوداني. قال له. إنت. استعيد. إحنا. لحد آخر الشهر. قال له. خروج بدون عودة. إحنا. قلعنا بنا خلاص. لأن. نرجعك. بس. خروج بدون عودة. دا قاعد يبكي. قال له. يا عمدت. شنو. والله. أنا كده. وأنا كده. وانا كده. قال له. أخي سمشي. ناد السوداني. السوداني ظنوا سواك. شو سواك. ذكران. جقال له. أخي. اسمع. بنرفز كده. قال له. اسمع. نحنا. أعمل حسابك من آخر الشهر. بنفني شك. آخر الشهر. بنفني شك. دا حين أعمل حسابك. أيوة. بالآخر الشهر. والآخر الشهر. هس لك مفتاحك. ويدعى لو. بلادي ما رجالة. إن شاء الله. إن إحنا نواصل هذه القيم إن شاء الله. في المحاضرة القادمة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.